ربنا في ايه ما بتصليلوش ليه انت ما بتصليش ليه بالروح حاضر طب انت ما بتصليش ليه قول لي بقى الشيء الهم ده زي سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له ايه لعلك باخع نفسك على آثارهم وراهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا والله ده الواقع يعني الواحد لما شاف المول اللي احنا عايشين في اليومين دول قلبه واجعه زعلت على بعض المسلمين ليه بيتكلموا كده ليه بصن لنا البصة دي ليه زعلنين مننا كده طب ها عملت ايه طب انت زعلان من ايه طيب انا عايزك تجيلي الهم معايا ان الامة دلوقتي النهاردة بيقولوا كام يابني في الجامعة نسبة كام في الجامعة بيدخنوا من العيال والبنات نسبة ستين في المية بيدخنوا مش خايف من الزعلان على دول نسبة كام مخدرات أربعين في المية من طلبة الجامعة بيشربوا مخدرات ابدداء من البنجو لحد الهيروي والحشيش والأفيون النهاردة بيقولوا خمسة وخمسين في المية متجوزين عرفي من الولاد والبنات اللي عايشين في الجامعة الأحصائيات ديك المجلس القومي هو اللي عملها المعهد القومي اللي بحسل اجتماعي مش انا كلام ده منشور في الجرايط مش من عندي انا ما حبش اقول الكلام ده انا مش عايز احبطه الامة انا مش عايز ازعل الشباب اللي هم مسكين في دينهم ومتشبثين بيقولوا مفيش غيرنا لا فيه غيركو كتير ما تبصش انه خمسة وخمسين في المية متجوزين عرفي لا فيه خمسة واربئين في المية صالحين بص الناحية التانية لكن بقول ان دي شغلتنا وده همنا وده تعبنا وده العلق وده حرقة الدم اللي احنا عايشين فيها عشان الناس دي تنجوا تروح لجنة بس 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 في هايز حاجة تانية أزل نستطهل الجنة والله والله العظيم والله انا قلتلكم اسأل الله ان يقبض الروحي وانا على هذا الكرسي قبل اخرج من هذا المجلس وارتح من الدنيا دي مش دي المشكلة مش دي القضية مش قضية ان انا عيش ولا موت القضية قضية ان انا بقولي اللي جوايا فعلا وفي عقلي وفي قلبي وربنا شايفه فقط لواجه الله احنا بدي اتكلم النهاردة في قضية ان القنوات دي فاتح فاتح من عند ربنا سبحانه وتعالى معلش هي اسمها فاتفاضة ربنا يدمها ان شاء الله ويحفظها ويعفيها كل قناة الناس وكل القنوات اللي بتدعو للخير قناة تأخذك الى الجنة فاتفاضة خلينا فاتفاضة اقول يا جماعة ان القنوات دي خير ورحمة الله يرحم خير ويبقي الرحمة ويبقي الناس ويبقي الحكم ويبقي صفا ويبقي القنوات الطيبة دي كلها قلولي في ايه تاني من القنوات انا مش فاكر اسماء ما عليش ما تزعلوش مني التركيز برضو النهاردة خمسين في المية الشاهد ايه قصة الدعوة دي قصة طويلة وقصة القنوات دي من رحمة ربنا من رحمة ربنا سبحانه انا بتذكر سنة اتنين وسبعين وثلاثة وسبعين تلاثة وسبعين واربعة وسبعين تلاثة وسبعين واربعة وسبعين وخمسمة وسبعين على العجلة ابويا كان جيف لي عجلة ناصر ستاشر لما تعبت منها وعادت تدعي ربنا يا رب يا رب عجلة رالي كان هندي بقى فرحم بيها الجنزير في علبة كاملة يعني انها ربيض ايه النعيم والنعمة اللي احنا فيها دي وكنا نجري بقى على مسجد الهادي النبا وفي مدان الجيش وعلى مسجد الخيامية مركز الرئيسي بتاع الجماعة الشرعية والمركز العام بتاع انصار السنة في عبدين في قولة ونجري بالعجلة نسمع هنا ونقول كلمة هنا ونلتقي هنا ربنا كرمنا بعد كده لما سفرت سعودية ورجعت سنة 85 تعلمت بفضل الله عز وجل خمس سنوات وربنا كرمني وجبتي متسيكل سوزوكي مية وبعني مية خمسة وعشرين وبعني الفيزبة الهندي فضل الله عز وجل يشهد مساجد الدنيا كلها بالفيزبة دي والمتسيكل ده الطيران روح تطنطب المتسيكل عشان نخطب جمعة وندي درسي بالليل ونرجع بالمتسيكل فضل الله عز وجل مسجد مسجد عمر بن الخطف في أرض عزيز عزة في مبابة ومسجد مسجد الرحمة في أرض الجمعية في مبابة ومسجد مسجد مسجد الرحمان في الشرباجي ومسجد أنا أنا التاريخ ده يا جماعة تاريخ مهم عشان بس ما يقولوش شيوخ الفضائيات فضائيات ايه فلوس فلوس ايه يا عم والله العظيم كرهنها الله شهيد بيني وبينكم لا احنا حبين اللي احنا فيه ولا احنا عايزينه لكن ربي اني لما انزلت الي من خير فقير بحبه 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 ربنا بحبه 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 ربنا سبحانه وتعالى أنا بحبه جل جلاله نفسي كل الناس دول يحبوا ربنا زي ما بحبه كان الجري والطيران ده والمرواح هنا وهنا في أيام كان معايا الشيخ محمد حسان والشيخ عباسحاق فضل الله عز وجل عشرات السينية احنا مع بعض ربنا ايش في الشيخ عباسحاق ويرده سالما غانما معافا يا حيا قيوم وانا اطمنكم بفضل الله عز وجل كلمت اول امس وبفضل الله عز وجل الحمد لله تكاد التحليل تكون طمنتنا على خضية الاعصاب وبفضل الله عز وجل بقى احسن ويوشك ان يعود ان شاء الله بعد ان يتهي مجموعة من من ها اقوله هلاقي الطبيعي وشيخ محمد حسان ربنا احفظه ويعافيه حبيبي واخوية وصديقي وشقيقي وربنا يكرمه ويقر عينه بدوام الرحمة وفتحها كنا مع بعض في الجري واللهجة والجداول دي ننزل الترع ونخوض ويرحم ايام بالطيم وايام مش عارف ايه وايه وايه وفي كافري سبحان الله العظيم انا بقول ان اللي بيقوله النهاردة شيوخ الفضايات فضايات ايه احنا مش شيوخ الفضايات احنا عباد الله احنا ناس بتوع ربنا بنحب ربنا ونرجو رضا ربنا وزي ما قال السلطان لما قال الشيخ الاسلامي بتايمية لقد بلغني انك تجمع الناس وتريد ان تتملك ملكي قال ما ملكك وملك الارض يساوي عندي فلسين قال له يا ابن انت ملكك وملك الدنيا دي كلها ما يسويش عندي ثلاثة عريفة ملك ايه يا بملك قال ما ملكك وملك الارض يساوي عندي فلسين انما انا رجل امة ولست برجل دولة هو دا احنا احنا رجال الامة دعوة الامة خدمة الامة خدمين المسلمين خدمين المسلمين خدامك انت وخدامك انت وخدمك انت واطفال انت يا ابني اصغنون انت يا امور ياللي بتلعب انت اسمعني وخليك معايا يا ولد شايفني بتتخضش انا بحبك انا خدمك انت يا صغير قبل انت يا كبير خدمك كل كل احنا خدمين المسلمين خدمينهم في ان احنا بس ناخد باديهم للجنة للجنة فقط هدف وحيد لا نريد منكم جزاء ولا شكور الدعاء اجراء عند الله اينما وكيفما ارادهم ان يعملوا عاملوا اينما وكيفما لما ربنا كرمنا من سنة تسعة وتمانين وتسعين مسجد الرحمة في شرع الهرم مسجد قولة في عبدين مركز العام لانصار السنة مسجد قبيلة مسجد الرحمة المهدافة الامرية مسجد النفق في مبابة مسجد ربنا سبحانه وربي صحة تعالى كرم وفتح بفضل الله عز وجل في دول الخليج وغيرها بفضل الله عز وجل دول اوروبا يذكرنا مسجد التوحيد في هولندا ويذكرنا مسجد التوحيد في نيوجيرسي يذكرنا مسجد مساجد في كوينز وفي بروكلين وفي